أهلا بكم في الحر الليلة معكم ميرا القاس والبداية من المعضلة اللبنانية التي تبدو مزمنة أكثر من أي وقت مضى فتعثر جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان يكشف حسب مراقبين مدى الدور الهدام الذي تلعبه إيران في لبنان عن طريق جماعة حزب الله حيث تأتي عرقلة المبادرة الفرنسية لحل الأزمة في إطار المحاولات الإيرانية لاستعمال لبنان كورقة تفاوض مع واشنطن الرئيس الفرنسي ماكرون خرج قبل قليل بكلمة خصصها للملف اللبناني اتهم فيها الطبق السياسي اللبناني بخياناتها للتعهدات التي قطعتها لفرنسا مضيفا أن الطبق السياسي اللبناني الفاسد على حد قوله تحتجز إرادة الشعب اللبناني رهينة إن قوة الشعب اللبناني والصداق المتينة التي تربطنا بلبنان احتجزتا كراهنتين من الطبق السياسي الخاضعة لسيطرة الألعاب المميتة للفساد والإرهاب ما حدث خلال الساعة الأخيرة يبرهن بما لا يدع مجالا للشك بأن القوة السياسية اللبنانية وموجهيها في الخارج لم يلتزموا بالتعهدات التي قطعوها لفرنسا والمجتمع الدولي وقرروا خيانة الأمانة ماكرون وجه اتهاما مباشرا لحزب الله بمحاولة فرض خياراته على التشكيلة الحكومية وقال إن تصرفات الحزب برهنت أنه لا يحترم اللبنانيين مضيفا أن على الحزب أن لا يحاول تضخيم حجم قوته بعض الأحزاب اللبنانية الأخرى ظنت أنها قادرة على فرض خياراتها وخيارات حزب الله في عملية تشكيل الحكومة في تناقض تام مع حاجات لبنان ومع التعهدات التي قطعتها أمامي في مطلع سبتمبر ولم تقدم أي تنازلات على حزب الله أن يفهم أنه لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه جيشا يقاتل إسرائيل وميليشيا تقتل المدنيين في سوريا وحزبا يحظى بالاحترام في لبنان وعليه أن لا يظن أنه أقوى مما هو عليه في الواقع وعليه أن يظهر أنه يحترم اللبنانيين جميعا ولقد برهن الحزب بوضوح في الأيام الأخيرة العكس تماما أناقش هذا الموضوع مع ضيفي من بيروت يوسف مرتضى الكاتب والمحلل السياسي وأيضا ينضم إلينا من باريس الدكتور أنتوان بصبوس مدير مرصد الدول العربية من باريس ومن واشنطن معنا حسن منيمني باحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن أهلا بكم جميعا أبدأ معك ضيفي من بيروت السيد يوسف مرتضى يعني بداية كيف تقرأ مقاله الرئيس الفرنسي قبل قليل وإن كان هناك تغيير في نبرة خطاب الرئيس الفرنسي نحو حزب الله وحركة أمل مساء الخير مساء الخير بدون شك يعني الرئيس ماكرون تفاجأ لا أعتقد أنه تفاجأ ولكن صدمة بنتيجة ما حصل مع مبادرته عندما راهن على أمكانية احتواء حزب الله من خلال الإقرار بأن حزب الله يصنفه إلى جزئين جزء سياسي وجزء عسكري إرهابي والواقع أن رئيس ماكرون بعث يدي مرة أخرى يعطي حزب الله مهلة إضافية لمدة شهر إضافي ولكن أنا أعتقد ستكون بلا نتيجة بالتأكيد لأن قرار حزب الله هو في تهران وليس في بيروت وليس لدى حزب الله أي أجندة لبنانية لقيام الدولة اللبنانية لبنان بالنسبة لحزب الله ومنصة منصة إيرانية تستخدم ورقة في التفاوض لتحسين شروط إيران في المنطقة بكل بساطة وبالتالي لا تعويل على تجديد المبادرة وأن يكون اليوم الرئيس ماكرون صار أقرب في تصديف حزب الله إلى الموقف الأمريكي وإلى موقف العديد من القوى الداخلية والخارجية بأن حزب الله يخطف لبنان ولا يمكن للبنان أن يعود دولة طبيعية إلا إذا حررناه من الخطف والخطف لمصلحة تهران بدون شك وبالتالي نحن أمام مرحلة صعبة خلال شهر لن ينتج أي شيء نعم أعتقد لأن حزب الله مصر على نفس الطريقة بتكليف حكومة محاصصة طائفية حزبية وهذا يتناقض مع الدستور أولا ويتناقض مع ظروف المرحلة التي تقتضي يعني بعض الإنعاش المالي والاقتصادي للبلد حيث الإنيار بلغ حده الأقصى المالي والاقتصادي وحيث البطالة أصبحت تطال أكثر من 50-60% من اللبنانيين وبالتالي نحن قد نذهب خلال المهلة الشهر والتي هي طلبتها إيران طبعا إيران كانت صرحت بذلك بصراحة في زيارة محمد جواد ظريف إلى موسكو مع لفروف أنهم ضد المبادرة الفرنسية وأنهم ليسوا مضطرين للتنازل في لبنان اليوم وهم على أبواب انتخابات في أمريكا خلال شهر أو شهر أسقوع وهم يتوقعون سقوط ترامب وبالتالي تأتي إدارة جديدة تكون مريحة لهم هذا هو المنطق الذي يسير بحزب الله في لبنان دعني أنتقل بهذه النقطة نلجأ وقد يلجأ المجتمع الدولي بعد شهر سيد يوسف دعني أنتقل بهذه النقطة تحديدا قد يكون لبنان أمام استحقاق أمام استحقاق تدويل حقيقي ووضع لبنان تحت الفصل السابع ووضع لبنان تحت رعاية دولية ممكن أن نذهب إلى تفجيرات أمنية كبيرة في الداخل ومن نشهده في الشمال اليوم هذا تحريك مقصود للتأثير على المبادرة الفرنسية على أي حل في لبنان وهذه إشارات الإمكانية تفتح معركة داخلية وبالتالي الوضع خطير جدا وقد يستدعي كما قلت تدويل ووضع مجلس الأمن يده على لبنان أنتقل إلى ضيفي من واشنطن السيد حسن منيمنا عندما نتحدث عن المهلة الجديدة التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون نتحدث عن ستة أسابيع وبالتالي يمكن القول بأن هذا الموضوع فعلا أجل لما بعد الانتخابات الأمريكية إلى حد ما وقع الأمر بأن ماكرونكت قد فهم نصف الدرس من خلال هذه التجربة تبين له بأنه بالفعل القرار في نهاية المطاف بيد حزب الله وعندما نتحدث عن قرار بيد حزب الله نتحدث عن قرار بيد إيران إنه لا سياغة لقرار يتعلق بمسائل مصيرية لطرف محلي تابع لإيران القرار إيراني ولكن المسألة هنا هي أنه في حين أننا نتحدث عن هيمنة إيرانية تفرض ما تفرضه ليس هناك طرف آخر في ببنان أي أن باقي الطبقة السياسية ليست مستقلة عن هذا القرار الإيراني توضع السلاح والفساد وصل إلى حالة حتى من يخاصم حزب الله في العلن في نهاية المطاف مستفيد من هذه التركيبة نحن هنا أمام حالة حقيقة الأمر ليس أن الطبقة السياسية فيها هي رهينة لحزب الله وبالتالي لإيران بل لبنان ككل هو الرهينة لإيران وهو الذي يؤجل بالفعل إلى مبعد الانتخابات الرهان هو على فوضى أو على فوز لبايدن إلى ما هناك طيب سيد حسن يعني على ما يبدو وكما فهمنا من كلمة الرئيس الفرنسي كأنه موضوع المحاصصة والطائفية هي أمر واقع في لبنان لا يمكن تجاوزه ولكن ضيفي من بيروت تحدث عن موضوع التدويل الملف اللبناني إلى أي مدى هذا السيناريو قد يكون واردا فعلا؟ المشكلة المعضلة التي نواجهها هي بأن لبنان في واقع لا يمكن معه الخروج إلى صيغة حال إلا من خلال التدويل لأنني كما أشاب بأن الطبق الحاكمة في لبنان متواطئة كمال التواطئ بما فيها الخصوم الظاهرين لحزب الله متواطئين مع هذه المعادلة التي هي إيران وضعت اليد عليها المعضلة هي بأنه في حين أن التدويل هو السبيل الوحيد ليس هناك من مزاج ولا من اندفاع عالمي باتجاه التدويل أي أنه باستثناء فرنسا ما كون تحديدا ليس هناك أطراف أخرى تقول لابد من إنقاذ هذا الوطن الصغير صاحب التأثير الضئيل على المنطقة بل الموقف الأمريكي بشكل عام هو أننا قد تحملنا الكثير من أجل بعض الرهان على إمكانية التقدم الآن لا نريد المزيد من الكلفة بهذا الشهر فلنترك لبنان لحالة أي بعبارة أخرى هناك نوع من التخليط ضمني ليس هناك رغبة أمريكية بالتدويل في حين أنه ليس هناك رغبة فرنسية كذلك أو أوروبية بالتدويل رغم الفارق وإدراك من جانب ما كون من جانب الفرنسيين وربما بعض الأوروبيين الآخرين لأنه لا سبيل للحل مع الاعتماد على هذه الطبقة الفاسدة المفسدة التي هي حقيقة الآن قد ترابطت ترابطاً عبلياً مع النفوذ الإيراني دكتور أنتوان فاسبوس ضيفي من باريس دكتور أنتوان هل نستطيع أن نقول وأن نلمس من خلال كلمة الرئيس الفرنسي بأن هناك إدانة واضحة ومباشرة لكل الطبقة السياسية عندما قال بأنه يخجل من القادة اللبنانيين وليس فقط إلى حزب الله وحركة أمال هذا صحيح والرئيس الفرنسي يتحدث وكأنه مصدوم مما رأى ومما شاهد ومما واكب من أمور منذ انفجار آب الماضي وحتى منذ مؤتمر سادر الذي حصل قبل سنتين ونصف في باريس ورعاه هو وطلب كما المجتمع الدولي إصلاحات لم تأتي لا قبل انفجار آب ولا بعده فكلام الرئيس كان فجل صادم الطبقة السياسية أعلن القطيعة معها وإلى حد ما لم يعطي خطة طريق للمستقبل قال الآن أرمي الكرة في ملعب الرئيس عون والمؤسسات اللبنانية وأنتظرهم لإعطاء نتائج بعد ستة أسابيع ولكن لن أتخلى عن الشعب اللبناني سوف أجمع مرة تانية مؤتمر للمساعدات الإنسانية لا توجه للدولة اللبنية ولكن لمشتسات المستقبل المدني دكتور أنتوان في هذه الخطوة وهي خطوة مهمة عندما تقول فرنسا بأنها لن تتخلى عن لبنان وهي رمت الكرة في الملعب الآخر ولكن كيف ستتصرف فرنسا مع الثناء الشيعي حزب الله وحركة أمل في الأيام القادمة؟ ما سمعناه من انتقاد للمرة الأولى على لسان الرئيس الفرنسي ينبأ بأنه ليس بعيدا عن اعتبار حزب الله كما بريطانيا كما ألمانيا كما البيت المتحدة ودول أخرى منظمة إرهابية لأنه تساءل هذا الحزب العسكري الميليشيوي الإرهابي لحد ما كيف يمكن أن يكون في ذات الوقت حزب سياسي عليه أن يثبت أنه سياسي فهذا الإثبات يقع على عاتق حزب الله فإذا سهل المهمات وعاد إلى ربنان وانفصل عن الأوامر والتباعية لمرشد الثورة خامنئي عندها يبقى حزب الله في المنظومة السياسية ولكن إذا بقي جندي في جيش ولي الفقيه كما يقول سيد حسن نصر الله فأعتقد أن فرنسا ستجعل منه منظمة إرهابية وعندها تأخذ بحقه عقوبات كما أخذت من قبل الدول الأوروبية مثل بريطانيا وإلمانيا والولايات المتحدة سيد يوسف مرتضة يعني برأيك هل يصح القول بأن إفراط الدبلوماسية الفرنسية بتعاطيها مع الثناء الشيعي هي ربما كانت جزء من المشكلة التي وصلنا إليها الآن في لبنان وصعوبة تأليف حكومة لبنانية جديدة هو بدون شك كان هناك اندفاع عاطفية فرنسية تجاه لبنان الارتباط لبنان بفرنسا تاريخيا وثانيا هناك مصالح مباشرة لفرنسا أيضا في لبنان في مشروع فرنسا في شرق البحر المتوسط ولبنان يمثل قاعدة أساسية لفرنسا في هذا المجال وثالثا تعلمين أن قوات الطوارئ الدولية الموجودة في جنوب لبنان معظمها من قوات الفرنسية وبالتالي فرنسا تكون حذرة بالتعاطي مع الواقع اللبناني وتحديدا مع حزب الله مراعاة لهذا الواقع وقلقا وخوفا على وجودها على وجود جنودها في لبنان ولكن بصراحة وإن كانت تنية طيبة عند ماكرون في محاولة احتواء حزب الله إلا أن المشكلة أتته من إيران هو مد حبل النجاة أنا من واقعي في لبنان وموقعي ومعايشتي للبنانيين لبنانيين بضائقة كبيرة جدا بما فيها بيئة حزب الله هي ضائقة كبيرة وبالتالي كانت المبادرة الفرنسية تمثل باب نجاة مؤقت كانت ممكن تمثل حالة إنعاش ولو بسيطة لإنهاء الاختناق على اللبنانيين ولكن للأسف رغم ذلك إيران لم تعير هذا الأمر اهتماما وبالتالي زهبت إلى جعل لبنان منصة وليكون الطفان في لبنان وننتظر الانتخابات الأمريكية وبالتالي حزب الله برأيك مصير المبادرة الفرنسية الآن ولم يرعي حساسية بيئتها حتى مصير المبادرة الفرنسية الآن على رغم أيضا على رغم من أنه حتى رئيس الفرنسي إمانويل مكرون قال بأن حزب الله حركة أمل يعني واضح بأنهما لا يرغبان بالتغيير في لبنان صح صح 100% أنا أريد أن ماذا سيحصل خلال أربعة أو ستة أسابيع طالما أن الحكومة حكومة مهمة يعني حكومة مستقلة ليست من حزبيين وليس فيها مدورة واحتكار للوزارات وبالتالي يعني لم يتغير شيء عن الشرط التي طرحت على حكومة مصطفى أديب وبالتالي هو يخاطب يعني ضمير وأخلاق الآخرين لو كان عندهم هذا الضمير وأخلاق كانوا نجوا اللبنانيين من انفجار نووي هذا الانيار الاقتصادي الإفلاس للبنانيين أموال اللبنانيين ضاعت ولم يفيق ضميرهم يوما وبالتالي نحن بصراحة أمام احتمالين أما رئيس الجمهورية الذي هو يشكل غطاء لحزب الله غطاء إقليمي ودولي أما أن يعخذ موقف واضح صريح يلتزم فيه بالقسم الدستوري هو قال أنا أقسمت على الدستور ولن أتخلى عن ذلك حتى آخر لحظة في عهدي وأين هو من الدستور عندما تسيب البلاد بهذه الطريقة أكبر خيانة للدستور رئيس عوني يجب أن يحاكم بالخيانة العظمى لأنه هو يتخلى عن الدستور وهو يترك البلاد تفلت وتنهار بهذه الطريقة على رغم من أول كلمة الأخيرة لرئيس اللبناني تحدث عن موضوع الدستور اللبناني وقال بأن حتى موضوع توزيع الوزراء أو الحقائب غير مربوط وغير منصوص بالدستور اللبناني ولا يوجد ما يفرضه إلا هذه القوى التي تفرض نفسها تماما ولماذا هو كان يراعي من يريد أن يفرض نفسه ولو كان لم يراعي ذلك لكانت تشكلت الحكومة وبالتالي الأمر الثاني أنا أعتقد لا مخرج للبنانيين إلا اليوم بضغط دولي من أجل انتخابات نيابية مبكرة لأن أي انتخابات نيابية مبكرة وعلى أي أنون انتخابي يحصل ستتغير الأكثرية وسيفقد حزب الله هذا الغطاء وهذا يحتاج إلى ضغط دولي أو من جانب آخر على الثورة أن تنظم نفسها بأسرع وقت ممكن لتشكل جبهة سياسية عريضة تستنهد الشارع مجددا للضغط على هذه الطبقة السياسية من أجل انتخابات جديدة دعني أنتقل إلى ضيفي من جديد من واشنطن غير مزيد من الألم والجوع والتعب أنتقل إلى ضيفي من واشنطن سيد حسن منيمنة إلى أي مدى نتحدث من حزب الله وموقف الولايات المتحدة الأمريكية من حزب الله على رغم من أن الرئيس الفرنسي تحدث اليوم عن حزب الله بأن هناك جزء سياسي وجزء عسكري إرهابي لا وقع العمر من حيث التقييم ليس هناك اختلاف بين الموقف الفرنسي والموقف الأمريكي أي في الحالتين هناك إقرار بأن إيران من خلال الأدات التي نمتها في لبنان التي هي حزب الله تسيطر على لبنان تحتل لبنان عملية هذا من حيث التقييم الخلاف هو في أسلوب العلاج الفرنسيون يقون إلى اليوم كما يبدو من موقف الرئيس مكرون على بعض التفاؤل بأنه يمكن العلاج لا يكون الكي وعلى هذا الأساس هو يعطي المهلة تلو المهلة أما أمريكيا فالقناعة قد وصلت إلى حد الرسوع على رؤية تقول بأنه لا سبيل لمعالجة من الداخل لأن القرار ليس لبنانيا ولأن القوة ليست متكافية إذن نحن هنا نشه بذلك قلت مكرون قد تعلم نصف درس النصف التالي هو الوصول إلى حالة اليأس ولم يأس بعد من إمكانية التبديل داخلية ولكن ما هو فعلا يدعو إلى اليأس وفي حال أنه وصل إلى القناعة الأمريكية أنه لا إمكانية للإنجاز داخليا بغض النظر عن التقييم شكرا لكم هناك من قوة قادرة على الدفع باتجاه هذا الحال شكرا جزيلا والأمر الواقع أي تحديدا حزب الله ممسكة بزمام الأمور بشكل ذمني انتهى الوقت المخصص شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوف